نجمات السينما تألقنا على السجادة الحمراء في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثالثة مهرجان يختار الأفلام التي تتناول موضع وقضايا عن المرأة وأيضا أفلام أنتجتها أو أخرجتها أو كتبتها نساء مجرد أنك تتفكر بأنك تتلعي للسنة الثالثة أديشن رقم ثلاثة في حاجة متخصصة مهرجان متخصص بينور وبيعمل فوكسينج على قضايا المرأة فده شيء يحترم جدا ما فيش فيلم تقريبا طبعا مش كل الأفلام بس هتلاقي بنسبة كبيرة بيمثلوا قضايا للمرأة أنا شايف حضور أسواني كبير جدا وشايف حضور المرأة الأسوانية كمان كبير الجميل كمان في هذا المهرجان الحقيقي بتعمل على هامش هذا المهرجان فعليات كثيرة جدا تخص المرأة بشكل عام يشارك في مسابقتين المهرجان للأفلام الطويلة والقصيرة 32 فيلما روائيا وتسجيليا اكتشفنا قد ايه مشاكل المرأة في العالم كله في كل الثقافات في كل الزيانات في كل المجتمعات هي هي كما تضمنت فعاليات المهرجان ورشا لصناعة الأفلام شارك فيها أهل أسوان خاصة الفتيات منستفيد منه أنه هو بيقدم لنا الأفلام من اللي احنا بنشتغل عليها بيعودها لنا على الشاشة بين المكرمات الفنانة القديرة محسنة توفي الفنانة من نشلبي والفنانة العالمية باربرا بوشي دي حاجة كانت عظيمة جدا 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 من وزارة الثقافة الصراحة أنه هم في ظل كمان أنه دلوقتي السينما مش بتعمل أفلام كتير للمرأة شهد المهرجان حضورا لافتا لأهل أسوان الذين ينتظرونها كل عام سواء في حفل الافتتاح أو الفعاليات أفلام من المرأة وعنها ومن مختلف أنحاء العالم هنا في مهرجان أسوان لسينما المرأة المشاركون يرون أهمية كبيرة لهذا الحدث الفني الذي يسلط الضوء على السينما النسائية في مختلف أنحاء العالم سمر بشات العربية أسوان